موسيقى لم تقف حرب ميليشيا صالح والحوثي على مدينة تعز عند عملياتها العسكرية فقط بل ذهبت إلى اتباع سياسات رديفة لها بدأتها بعملية حصار مطبق على المدينة وأنهتها بعملية قطع لأهم شريان في الحياة المياه مطبقة بذلك سياسة العقاب الجماعي على جميع سكان المدينة ومؤثرة بذلك على المشهد العام حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر تعد حرب المياه التي أقدمت عليها ميليشيا صالح والحوثي في مدينة تعز أخطر من الحرب العسكرية التي أشعلتها في كل المناطق فالماء ضرورة يومية لا بد من توفرها تحت أي ظرف وزمن بمعنى أنه حياة بكل تفاصيلها فأرادت الميليشيا أن تقتل هذه الحياة بأسلوب خارج قوانين الاحتراب وأخلاقيات الحرب هذا نوع من نوع أرضاق المدينة كيف أذي الله وهذا ضروري هذا نوع من نوع أرضاق يعني أحاربك بقوتك حاربك بالماء حاربك بالشواء حاربك بالأكل حاربك وهذه تركيع تركيع المدينة حاولوا يتعمدوا هذه الحاجة من شانا أقطعوا المياه على المواطنين أقطعوا كذا عملوا بلاب لداخل المدينة معين هذه هؤلاء كانوا غرض حقهم معين نحن نعاني من المياه من القديم يعني وليس من الآن وإنما كارثة الحرب قضت على القليل المتبقكان للمدينة أو رمق الحياة البداية كانت في الحادي والعشرين من مارس 2015 حين اجتاحت ميليشيا الإنقلاب مدينة تعز والتي لم تكتفي بالاستيلاء على مؤسساتها العسكرية بل ذهبت إلى بسط سيطرتها على المؤسسات الخدمية التي ليس لها علاقة بالعمليات والمهام العسكرية فكانت مؤسسة المياه والصرف الصحي واحدة من أهم تلك المؤسسات التي فرضت تواجدها فيها بقوة السلاح باعتبارها أحد مفاتيح التحكم التي ستمكنها من السيطرة على المدينة بشكل أفضل أول شيء كان هدفه أن يوقف مؤسسة المياه يوقف بإيش بتدمير كل شيء بينهاء البنية التحتية تماما عشان يشعر المواطن أنه إيش أنه محاصر يعني إذا كان المو موجود وكان الكهرباء موجودة والرواتب تصرف والأكل والشرب داخل خارج يعني المواطن كان يشعر بحرب لا طيب توقف كل الأشياء ذي بيشعر المواطن بحرب توقفنا إحنا أول ما بدأت هذا المؤسسة على طول توقفت يعني في هذه الفترة ما بدأناش نداوم إحنا بس كان الإسرائيليم فيه كان الميعد كان متوفر يعني بدأوا يشتغل الموظفين الذين كانوا يخرجوا هم يخاطروا في حياتهم كان يعني سمعت حكاية من الموظفين أنهم كانوا يفتحوا الحنفيات وادا والآوالي تقرسهم حجوم عنيف على الكل ليس على المقاومة أو الجيش الوطني فقط على المواطن على الأطفال على النساء على الحيوانات على المباني على كل شيء على الأخضر واليابس وأخذوا المشروع كامل طبعا بقيفي معهم فترة فترة كبيرة جدا ما كان ما نقدش نطلع ونقرب ما كانت عناصر الميليشيا تأخذ تموضوعها في المؤسسة حتى تعالت صيحات الرضي والتنديد من قبل العاملين في أروقتها حالهم حال أبناء هذه المدينة الثائرة على طول امتدادها حينها جنت الميليشيا جنونها وذهبت إلى اتباع سياسة من ليس معها فهو ضدها أمر أدى إلى عزوف كل العاملين عن العمل الذين بتوقفهم توقفت المؤسسة عن تقديم خدمة ضخ المياه لسكان المدينة الذين يصلوا تعدادهم المليون والنصف المليون نسمة أربعة عالفين وخمسة عشر تماما كان آخر يوم دوم لي أقيت له هنا سحبت الجزء من البيانات حقي وعلى طول مشيت لأنه كان الحرب عادي بالبريد أو مكتب المالية وكان المؤسسة موجودة وأصولة موجودة وكل شي موجود لتاريخ أربعة عالفين وخمسة عشر وحتى يوم الدخول كان موجود كل الأصول لما دخلوا المؤسسة توقفت المؤسسة تماما لأن الموظفين كلهم كل اللي نزحوا وال وغلبهم خرقوا من المدينة خرقوا من المدينة ولم يقوب داخل المدينة لذلك توقفت المؤسسة توقف تام عندما كانوا هنا ولا يستطيع أحد حتى إن أحد الموظفين حقنا قتل في داخل المؤسسة هنا أول ما دخلوا الأحواثة فيها ولم ي وتوقفت تماما ومنعنا ومنعنا من تشغيل المؤسسة أو العودة إليها خسرنا حاجات كثيرة يعني الآن نحن في بعضهم توفيات برضو من غير ما نعرف أي شيء عنهم شفنا للأسف موظفين أصيبوا بأمراض كانت تشوفهم بصحتهم بس إيش اللي حصل مع الحرب والآثارة توقف الراتب أثر على حالتهم النفسية في بعضهم ما قدرش يستحملوا طبعا الذي معهم أسر وادا ما قدرش يستحمل الأب لما يكون أب ورب أسرة مش قادر يصرف فأكيد دبحات صدرية القلطات هذه حصل لبعض الموظفين غير طبعا لحالات الوفيات كل من واحد من موظفنا ما نحنش عارفين يعني فيه موظفين كثير مش عارفين أي أخبار عنهم في منتصف شهر إبريل من نفس العام بدأ الحراك الشعبي الرافض لذلك التواجد الميليشياوي يطفو على السطح في كل أحياء المدينة حدث باشرت على إثره ميليشيا الإنقلاب تصعيد حربها بشكل علني ومن تلك اللحظة تحولت مؤسسة المياه والصرف الصحي والمرافق التابعة لها مثلها ككل المؤسسات إلى ثكنة عسكرية لضخ رصاصات الموت بدلا عن قطرات الماء شعر الناس بجور هذه الحرب التي قطعت بهم السبل وأفقدتهم أبسط مقومات الحياة فاضطروا إلى النزوح الجماعي بحثا عن بصيص أمن سلبته منهم الميليشيا بقدومها وحربها في عقر دارهم أكثر الناس نزحوا مش عارفين إيش فيه بس نزحوا واللي ما نزحش غادر منطقة المنطقة ثانية ما كانش يقدر يخرج إلا بالتصاريح من المنطقة هذه عشان ننتقل إلى المنطقة أخرى يعني أنا كم ساكنة في الكوتر ما قدرش أقل هذا المنطقة يعني علشان أقل هنا لازم ألف لفة طويلة الشارع الرئيسي طبعاً أقططع كيف نخرج كيف ندخل فكاننا محاصرين في البيوت القذائف الدبابات كان الأصوات كان فقط نسمع ما الذي حصل في المدينة ما تقدرش يعني تفسر الذي حصل فقط ما الذي حصل في تعذ كان يعني شيء محزن حقيقة كان هناك نوع من الضغط على الموظفين للحضور أو كذا بشكل قزي لكن بقية الموظفين يعني لم يستطعوا الحضور وكان فيها يعني هناك المشرفين والقانب العسكري كان يدير هذه المرحلة وكان الموظفين يعني في مخاطرة بعضهم كان يخاطر في الحضور للأقل الاستمرار تقديم الخدمات الذي كان يتاح لهم الدخول وللبعض كان مهدد أنه يعني يقع تحت الاعتقال والاحتجاز والحبس أيما كان في اجتباكات كان فيه معانا موظفين يقوموا بالعمل وكان قصنا الطوارئ يقوموا بالعمل وستشهدوا الناس كثير وماتوا لحما المواطن قال لك أنا ما عدت معيش أمان داخل المؤسسة هرب فقلسنا فطرة طويلة جدا لحما وصل رقعنا المؤسسة كل اعتماداتنا نحن الآبار الغربية كلابة هذا تضخ أحيانا لعندنا الخزان ووزعناه للأماكن الذي يمضر موجودين السواق السكان الذي عادوا وفي مناطق عادوا ما فيش سكان ما رحهم بهم الناس كثيرون هم السكان الذين تقطعت بهم السبل وأجبروا على البقاء في منازلهم مؤمنين بأقدارهم ومتحدين واقع تلك الحرب وقذائفها العشوائية المتساقطة على رؤوسهم ومساكنهم لكن ذلك التحدي تماها حين أعلنت ميليشيا صالح والحوثي عليهم حرب المياه حرب تفاقمت على إثرها حالات الناس وتفشت في أوساطهم الأوبئة والأمراض التي حصدت أرواح الكثير من أطفالهم أطلع الوقت المياه لأربعة كثيرة لعشرين ألف لأنه ما كانت في المياه يعني موقف المشروع كامل وأنت عارف أنه حقنا الحقول كل خارج المدينة حق للحنة حق للضباب وحق للحقر كله خارج بيد الحوثيين أنت الآن عشان تحارب مواطن تحاربه بالإيش بأكله وبشربه تمام وبأبسط الخدمات فكانت مؤسسة المياه والكهرباء العين عليه أنه يدمر البنية التحتية تماما تتوقف الكهرباء تتوقف المياه انتهى بلغم أن المكان متوفر فليش اقتطع عن المحافظة يعني كأنه كان حصار للمواطنين أو كعقاب يعني معنى أصحى الموجودين بالقبل اللي بقولة الأخوة ولا بالأمن السياسي ولا كيف يعمل كيف يجيب وايت طلع وايت لهناك ولو يتحمل دباب كيف يطلع الديباب لا قبل الأخوة أنا معي قيراني أنا قريب من الشارع واللي برس القبل كان يجيلوا الماء عن طريق عن طريق فندوق الأخوة على طريق نزله مباشرة واحد فكر عمل له قصبة من الشارع قصبة زي قصبة قصبة مباشرة وصلوا الهاتين لبيته وكم غيرهم عشان يوصل عشان وايت يجيل هاتين لا عند الاستراع حق الأخوة يشبكوا يوصلوا ونزلوا الهاتين هذا خسارة مواطن طيب المواطن اللي مش قادر المواطن اللي يعني حالاته المادية وحالاته الصحية تعبانة جدا أقدرش فعلا معايشة تدمي القلب حينما ترى طفل يقر دبه سواء من مسجد أو ترى الطوابير الطويلة أمام خزانات السبل الموجودة في كثير من الحارات المواطن الذي قد لا يستطيع أن يدفع حق الوايت أو كذا تجده من مسجد إلى مسجد تلاحظ أوقات الصلوات الناس يبحثون عن قطرة الماء فهذا يزيد من ألمنا وإحساسنا بمسؤولية أنه لابد أن نوفر الماء قدر ما نستطيع وصلت أزمة المياه في تعز إلى ذروتها حين أقدمت ميليشيا الإنقلاب على تنفيذ سياسة المعابر وإطباق الحصار في منتصف عام 2015 منعت خزانات النقل من العبور بشكل نهائي لأكثر من تسعة أشهر إن قطع الماحق الشرب ارتفع الدبه المية بوعشرة ثم مئة ريال الدبه بوعشرة كان كم؟ ثم مئة ريال وكان فين؟ من صبرتي لحما كان عادوا خطة فاتح فكان في معهم عين هناك فكان تطلع عليش الدينات لا هناك ومسي لماش نضارب والقانص وتنزل الدينات بعد كم؟ وتعبي ليش؟ لأصحاب المحطات ورغب كده كان دبت الصب كم؟ بثم مئة وكم يحتاج شن صاحب المحطة يحلي المي؟ لأنه المي المي مي للشرب من عين كان كم ثم مئة ريال أقول لأ لا يفكر ببشرة أقول لأ يفكر بمشروعه فقط لا يفكر بأنك تموت أو تحيا مت أو حيات لا يهمه لا يهمه وهذا ما تم فعلا بداخل هنا بداخل المدينة أنه وصل الواعية الماء إلى أكثر من 15 ألف ريال صح أنه كان يتوفر بس سعره كان مرتفع جدا خاصة في فترة ما كانت شال فلوس متوفرة تقطعت الرواتب فنشوف المعاناة يعني أصبح الآن تحط ميزانيتك أهم حاجة أطرحت أبع الماء بعد حصار الضباب وإقدام هؤلاء على التبول داخل وايتات الماء ويعني من على أي وايت يخرج خارج المدينة فواقهنا هذا التحدي بأننا قمنا بتشغيل كل ما هو متاح داخل المدينة من آبار المؤسسة أو الآبار الخاصة تابعة للمساقد بل أن هناك من الشباب من تحمس إلى أبعاد وحفرنا آبار هذه منطقة كانت كلها خطر ومنطقة ممنوعة الاقتراب منها تماما حتى تم تحريره من قبل المقام تسعة أشهر تجرع خلالها السكان مرارة العيش وقسوة الحياة وهم يلهثون بحثا عن قطرة ماء تلبي احتياجا أو تروي عطشا ورغم ذلك لم يسلموا من قذائف مدافع الميليشيا ولا رصاص قناصيها التي لاحقت النساء والأطفال في الشوارع وأسطح المنازل غيبت الكثير وأعاقت الأكثر أنت تخرج عشان تجيب ماء يقول لك ابنك مات أبوك أخوك حاجة زي كي من حكاية هذه اللي كان نسمعها عن الماء فعني حتى لما تجيب الماء لبيتك يوصل الوايد تخاف تطلع السقف قناص في حاجة تجيلك للسقف يعني في عندي حصلت للناس كثيرين يعني يمكن كان الماء أكثر معاناة للمواطن حتى لو توفرته بفلوسك ما تضمنش هل بتوصله للبيت أو لا خاصة أيضا حينما استهدفت هذه الميليشيات مناطق السبل سبل الماء مثل مجزرة الضبوعة أطفال خرقوا يبحثون عن ماء فعادوا أشلى ودماء استهداف لوايتات كانت توزع الماء لهذا رأت المؤسسة أنه لا بد أن يصل الماء إلى كل بيت قدر الاستطاعة حتى لا تخرق المرآة لكي تطلب الماء ولا الأطفال كذلك بعد حصول عدة مجازر استهدفت مناطق تجمعات قلب الماء وأيضا مثل ما حصل في حارة القريبة هنا من المؤسسة وفي أيضا الشماسي هنا حصلت عدة مجازر لتجمعات المياه واستهدافها حينما كانوا يبحثون عن الماء أكثر شيء يعني مؤلم لما نتشوف أطفال نساء هم يحملوا يبحثوا بأبسط الأشياء بيدباب بأشياء هم يبحثوا عن الماء يعني حين نسمع الناس ماتوا هم أجد قضيفة أجد شضايا أجد أي شيء وماتوا أستوت مضرابة الناس تضاربوا حصولت مشاكل ما بين الأسر يعني ممكن حاجة ما كنش نتخيل لأنه نضرب الأخير على قطرة ماء لم تكتفي ميليشيا صالح والحوثي بإشعال فتيل حرب المياه في كل أرجاء المدينة بل ذهبت أثناء تواجد عناصرها في مقر مؤسسة المياه إلى العبث بمحتوياتها وتجهيزاتها الفنية والإدارية ناهيك عن التعطيل الممنهج لآبار الضخ الرئيسية الواقعة في منطقة الحوبان والحيمة والحوجلة والضباب إضافة إلى تعرض الخزانات الرئيسية لنيران المدافع وشظايا القذائف التي أخرجتها عن طور الخدمة تماماً وفعلاً حقول المدينة تعتبر خارج المدينة الكبرى ما يزيد عن 45 بير من خدمات المؤسسة خارج المدينة ولهذا تجدها واقفة ومتعطلة والأصل فيها أن تتدخل المنظمات الإنسانية لتشغيلها يعني الآن هذه المنظر ولا المنظر حق المخازن أي دخل المؤسسة يعني لحمد يمكنك تضرب مخازن ولا تضرب مقرات ولا مباني عشان إيش إيش دخل المؤسسة بالقصب الضر الآن قلت حقم الدمار هذا وشفت حتى المقرات هذه طبعاً عبارة عن إيش المخازن وهناقلة الداخلية عفواً لخارج المؤسسة ما زلنا إلى الآن نحن ندفع الضريبة ما أنشى الوقت أن نتوقف ما أنشى الوقت أن نشغل العقول مش يقول حكمة يمانية بس اللي حصل غير يعني ما زلنا لازم ندفع نسدد ندفع ندفع الآن نحاول نقدر الإمكان نرفع يعني المعاناة شوية إحنا الآن لما نقل كم الله هنا من خاطر بحياتنا بس نقول أحسن من لا شيء يعني لو قدرنا نرفع قدرنا نفعل شيء نبني نعيد صح نكتهد أسهل شيء نكتهد بس كيف تبني وبهذا نناشد المنظمات الدولية أن تعمل على لابد من تشغيل هذه الآبار خاصة أن نسمع أن هناك موازنات لرصد هذه لأقل تشغيل هذه الآبار وهناك كذا هذا كان من جانب الغانب الآخر كان يعني نحن الآن نتهم هذه بعض المنظمات أن تشارك في حصار تعز بعدم إيصال الديزل لداخل المدينة مثل خارجها فالأصل يكون هناك الحيادية وأيضا يوصل مثل ما يوصل الديزل لخارج المدينة باسم المؤسسة لابد أن يصل داخل المؤسسة حرب عبثية وتدميرية بامتياز أدارتها ميليشيا الإنقلاب في مدينة تعز كلما اجتزنا جزءا منها ونحن نمني النفس بأنها قد تكون الأخيرة إلا أنها تتكشف أمامنا أماكن أشد تدميرا وأكثر تأثيرا على المصلحة العامة ترجمة نانسي قنقر